موسيقى أحبي أهلا وسهلا فيكن مثلك اليوم تحية كتير كبيرة من كل العاملين من التلفزيون كمان اقرأ ومن كمان كل العاملين معي كمان ببرنامج مطبخك عم يكونوا وصفات كتير حلوين كل يوم عم يكون كل يوم عنا كتير من النصائح الحلوين واليوم كمان اكتر واكتر رز على الجيش انا بموت بشي اسمه رز على الجيش يعني رز مع الدقاق هلا في مليون وخمسمائة الف مليون وصفة فيها رز وفيها جيش بس الوصفة اليوم شوية صغيرة هيكة مختلفة عطريقة الشاف شادي طيب كتير ما بيمنع عبدا نشوف نكتب نطبق وندوق واكيد لما بدنا نكتب لازم نكتب كل شي منحكي ان كان من الوصفات ان كان كمان من المقادير وان كان كمان من القيم الصحية اللي عم تعطينا اياهم مهك اليوم فبعتقد صارو الكتار منكن بينطروا كمان بفارغ الصبر انه يوصل لبريك حتى ما هتشرف وتبلش تحكينا كمان عن موضوع الكزا وبعتقد انه عم تاخد مني صارت كتير من الفانس فهون راح يصير في مشاكل اكبر وبيني وبيني ممكن راح نشوف بعضين يلا رزع على الجيج رزع على الجيج شو عملنا اوكي اكيد الجيج الجيج بدي يكون دجاج فقيح على الاكيد دجاج فقيح على الاكيد بدي يكون موجود بالالجي خلينا نجيب الجيج بسرعة فائقة تنشوفها تنفتحها شوفوا اللون الحلو وبعدين شو بدنا نعمل بدنا نحطها بالمي المغلية ويلا حبات بتحطولي هيك كمان تعرفوا انا عندي شباب هيك بيرتبوا البرات بطريقة حلوة فبيحطولي القصص كله بقلبه فهون كمان عندك الاول قطفة عندنا الحليب بعد شوية من نجي نستعمل حليب الربيع وهون راح ايخد كمان دجاج فقيحة هايدي الالجيج الحلوة اللي نحن علا بدنا نشتغل فيها بس نشتريها اوكي بدنا نقوم تمنين بالنا انه مية بالمية طبيعية كل المنجيم يعني الاكل يدي بتعموه للدواجن او الاكل بتعموه للدجاج بيكون نباتي فبهالطريقة ما نلاقي الدجاجي طرية اكتر الدجاجي ما عنده ريحة ما عنده طيبة وبس نحاك يلا انا شلا اعمل لايكوا الماء هون شو عم بيصير فيها لازم تكون عم تغلي شايف شادي هلا بيبلش وين 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 حب الهالة اللومي كمان عنا حامد اللومي بطريقة طلعوا شو بدي اعمل اوكي كمان انا عندي هون القرفي عندي ورق الغار عندي بصلي هالبصلي شو بعمل فيها بخدع مندور على الكبش القرنفل نجي منغرز البصلي بالكبش القرنفل طلعوا كيف هيك بعدين بتضل البصلي وكبش القرنفل فيها بها الطريقة نحنا ما بيروح كبش القرنفل كمان على جنب يعني وهيدي خاصة بيستعملوها بانواع من الرز البيلاف اللي بيعملوه كتير بانجليترا وكمان نحنا اذا حبين كمان نعطي اي اكلة طعمة كبش القرنفل فينا نحط البصلي بها الطريقة وهيك كبش القرنفل لانو ما فينا نناكلوا ما بيروح بقلب الرزات وبقلب الجيش حلوي هيك يلا يا شف شادي مبلشنا هون انشيل الجيش الفقيه كمان من الكيس بها الطريقة كمان الحلوي طلعوا كيف طلعوا الجميل ها هيدا الجيش الفقيه بهاتطريقة اشل ناكلوا سوا اكيد ميت ما في جدوى من الموضوع فهلأ منتظر اكيد نحطه بالمي بس ما بعرف اذا كان اذا كان ممكن يخاف ما راح يخاف لانو المي مغلي دغري هلأ بتنزل هيك وبتجمع كل القيم الغذائية عليك من دون اي مشكلة اللي ناقص هو شوي صغيرة من الملح طلعوا شو حلو هيك كمان بقلبه الميت وكمان نتفي صغيرة او حصان صغار من التوم منسكر عليكم هاك بها الطريقة بتفعل وكل شي صار مية بالمئة ايدينا على الغسيل دايما اوكي منعقم ايدينا ومنرجع كمان لموضوع شو بدنا نقول رز مع اللحمة حبات يعني انت يا شاف شادي بدك تحط اللحمة المفرومة مع الرزات والجزر والبصل وبعدين بدك تنتقل على الشمال بعدين تتعمل شربة الدرة اول قطفة واذا منشوف قدامي عندي اليوم الافوكا ويمكن صرنا زمين ما استعملنا الافوكا واليوم رح نحكي عنك نشوف قدا فيك فوائد ونشوف قداش طيب نعمل منك كمان شراب مع حليب الربيع فبالانتظار وهي ونتعلم شغلة انه كيف بدنا نقشر الافوكا كيف بدنا نشيل بذرة الافوكا هادي كمان شغلة كيف حلي بسرعة دورنا النار دورنا النار تحت التفال واحد اثنين واحد اثنين كمان عنا هون لازم ننتظر الطنجرتين طيح مو شوية صغيرة بعدين منحط فيهم زيت اليوم مقرر انا اليوم مقرر ايش مقرر ايجا عبالي انه زيت الدرة لازم يكون اليوم عروس الطاولة يلا درة واحد وبنرجع اثنين شغلة كمان كتير هيني وبنجي لهون رح بلش اول شي بها التنجرة نعمل الرزات الحلوين للجيج مع رز او رز على الجيج حلوة المنطقة وحلو المنطق صار واحد اثنين ثلاثة وبنرفع وبلشت المي تغلي قدام عيوننا نحنا لايف رح ارجع سكر وراح تشوفوا انه ما في عنا رغوة على وجه الجيجي يعني ما عندنا واحد اثنين سكرنا وانتقل هلأ وراح تشوفوا بعد شوية انه بهالطريقة كل القيم الغذائية متضلجوا هادي هادي الرقم مليونية اللي بقول ركب الجملة مضبوط يا شاف شادي هادي المرة المليونية اللي انا بقول انه ما لازم ابدا ابدا نسلق الفروج او اللحمة بالمي الباردة طيح حافظ على القيم الغذائية وراح ضل رددة كل حياتي إلا اذا طلقت شي دراسة جديدة بتقول نو بعدين منشوف كل حياتي سألو حديث يلا بصل حبيت جزر حبينا منشيل كمان اللحمة المفرومة مع ملعقة كمان وحبينا كمان نفس الموضوع صار عندي الجزر مفروم مع الجزر او مفروم او مقطع متل ما بتكن مع كمان اللحمة مع البصل مع الجزر كله سوا هلا بس ينقليوا مظبوط شو بعمل انا؟ بجي انا بحط عليهم كوبين من الرز او شو تنكيل كوبين كيف منكيل كوبين؟ بنعمل هيك لكو شو بنعمل بنجي معنا كوب هيدا كوب واحد طلعوا ها كوب من الرز وهيدا كوب من الرز يا شاف شادي ما توقع ولا حبي برا هيدا كوب كوب تاني كمان هون طلعوا على الاد على الاد يعني كوبين و 24 حبه على الاد صار عليك الكوبين عندي هون هون تنشير كل شي نحطهم ورا تنلظف قدامنا وبنرجع لعند الجيش للفقية هيدا الجيش للفقية خلونا هيك ناخد فكرة شوية صغيرة عن الموضوع واللي رح اعملوا هلا رح اعطيك تعمي كمان زيادة رح تصير كمان انت قطيب اكتر بس قبل خليني حط البصل على الزيت يلي صار حامي عندي او زيت السير مشان شور بتقدره واحد اتنين تلت واو لايكوا كمان هالقرش الحلوى لايكوا التوم لايكوا التوم لايكوا البصل لايكوا التوم كتر لايكوا شو بدي اعمي هون هاودي توابل مرئة الدجاج اسناد بيجوا بهالطريقة هيك فيكن تشترون بيعطوا كتير طعم على التوابل بطريقة كتير حلوة اوكي شايفينون شايفينون اوكي شايفينون يلا بفتحهم بهالطريقة طلعوا شو عم بعمل هيك ورح حطهم كمان بقلب هالجيشي بيعطونا هاللون كمان هالاصفر بيعطونا هالاصفر بيعطونا هالاصفر يعني وبيعطينا كمان طعم كتير حلوة لحمة هاللحمة بلشت انا عندي كمان تتقلز الجزر البصل وهذا رح حط طوابل كمان من اسناد كلهم سوا فوقهم وعننا كمان اكيد فوقكم رح خط كمان انا شو الرزيت رح اطبخكم مع الرز وهون كمان عندنا البصل مشل نعمل كمان شربة الدرة الدرة من وين من عند اول اطفي حطينا زيت بصل شايف شادي هاللق عنده علبي مفتوحة سابقا من الدرة اول اطفي بحطها هاللق واخر شي من بعض ما اطحن اضع علبي من الدرة من دون طحم وقدامكم هلق المقادير فيكم كمان كلا تكتبوها قدامكم هيك كمان تتطمنوا وخدوا وقتكم عملوا معروف خلوها للمقادير كمان 30 ثانية زيادة حتى المشاهدين يكتبوها كمان قدامهم بطريقة حلوة بتعقد وهون كمان سكرت شوي صغيرة ويا شف شادي هلق بدك تحرك شوي هون راح اط انا فوق الدرة القليل من الدقيق درة بصل توم دقيق بقدونس يا سلام حركنا الجميع ونضيف الآن مرأة الخضار او اذا بدنا مرأة الجيج او اذا بدنا فينا نضيف كمان من التوابل كمان المرأة من اسناد وبعدين نضيف مي مغلية فوق من دون اي مشكلة يلاقيكم المرأة كيف هون وهيدا الكفكير وبلشنا 1 2 3 4 5 5 و 6 بالطريقة كمان عم نحكي فرنساوي تنشوف حالنا عامها بس تجي هيك راح اسألكم سؤال بالفغونسي تنشو كيف ترد عليها يا سلام يا سلام الدجاج موجود اللحمة موجودة صرت مقلية اذا منشوف كمان لايكون اللحمة طلعوا لي بس عملوا معروف بقلبه الطنجرة قبل ما نطلع بريك كلنا سوا اللحمة الجزر البصل زيت لسير بقلبه حطيناهم كلهم مع بعضهم كلهم مقليين وهلق 2 كوبة من الرز 1 2 3 طلعوا يا سلام يا سلام هون 2 كوبة من الرز بهالطريقة هيك طلعوا كيف انا هلق بحرك الجميع اللحمة المفرومة البصل الجزر برجع بعيدهم لانه في اشخاص بكونوا دخلوا الى البيت الان وهلق كمان شغلة كتير حلوة راح بلش بعد حوالى عشر ثوانة باضافة المرأة فوقن هي وعم تغلي لازم تغلي الرز ما منغسله والمرأة بتكونوا عم تغلي ومنحطها على الرز وكل كوب كوب كوبان من المرأة وانا راح بش بلش راح شابل منينش بتشابل بلش بلش حط المرأة على الجيج وانتو فيكن ترتاحوا كمان شوي صغيرة وترجعوا لنا بسرعة باي موسيقى 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 اذا بتلاقي ريحة قطيبة منها الريحة بالعالم اتحرم الحقية لا ريحة صراحة ممتازة شو رايك بالموضوع كل الاستيديو في ريحة طيبة بس بدي نشدد على شغلي في ريحة التوم طيبة كمان كده اه حطيت شوية بودرة التوم بشربة الدرة كمان اول قطفة لايك بودرة التوم وين؟ اوكي تعطينا طعمة التوم بس من دون غازات تمام لايكي شو بدي اعمل هلا؟ بس بدي اقول شغلي بس انا بسرعة فائقة شو عملت مية عم تغلي حطينا فيها كل انواع البهارات اللي بدنايها او المطيبات وحطينا فيها الجيش شلناها من البراد العلم بتفتكر انه هيدا اللي موجود بقلب الكيس انه هو الدم لاش انا بضحك لان ساعدني هي نفس السؤال لأ هيدا المي يلي بيتركها للجيش بقلب البراد ما ضروري بعطي بعطي انا مثلا صغير اوكي منجيب لحمي بيكون بقلب كيس فاكيوم منشيلا ومنغسلا لا افضا بتلاقي عليها مي مية سوية منعقت حالنا بمواضيك مقلة طعمي الحقيقة اوكي برحب فيكي برحب بكل كمان المشاهدين اللي عم يحضرونا هلق وانضموا لقلنا هلق وليما كان معنا صار معنا الشاف شادي بصل جزر لحمي مفرومي كوبان من الرز اربع اكواب من مرئة كمان الخضار وتفضلوا مع البهارات اسنات وهيدا هو الرز اون لك هلا بعده ناشف شوية تطلعين فردون بعده رطب شوية طلعوا خلينا نشوف طلعوا شو عم بيصير عندي طلعوا الرزات انا رح ضلني مسكرة عليهم بانتظار انه نقدموا الطبع انا سؤالي لك هلا في قدامنا درة نعم والدرة صفرة هل اللي بياكلوا كتير درة بينصحوا الدرة من الخضروات النشوية بس لها فوائد يعني كتير يعني ممكن الواحد لو بياكل درة بشكل دائم بستفيد كتير من الفوائدها انا عندي اولادي بيكلوا الدرة المسلوقة يعني بيكلوها هيك عفتكيب مع المشوية كمان حتى انا اولادي يحبوها يعني لازم على كل بيكنيك ولا على البحر بس يروحوا لازم يكون معنا انا هم نقول عرنوس انتوا شو بتقولوا انا هم نقول عرنوس درة واو واو جاي عابلنا لش نهار نعمل هيك شاربي فالدرة فيها بي سكس فيها بي ناين اللي هو احنا خلاص لنا عارفين الحمد الفوليك اللي مفيد جدا للامهات اللي بدهم مقابلين على مرحلة الحمل وكذا علشان بفيدها الدرة جدا مفيدة يعني كل الفوائد اللي فيها ممكن احنا لو اكلناها بشكل يومي الناس انا بدا اليوم اتكلم على الناس اللي هم عندهم وزنهم قليل يعني اقل من الوزن الطبيعي او مثلا معيد الشرع شو القصة يعني يعني بيكون مثلا ما هم قادرين يزيد وزنهم وزنهم جدا قليل مش يعني مو مناسب لطولهم يعني دائما احنا دائما احنا يعني مثلي انا يعني لا مثلا انت وزنك مناسب لطولك انا كمان وزني مناسب لطولي بس في ناس وزنهم اقل من الطول الطبيعي لهم فدائما بنقول لهم ياكلوا اكلات صحية فيها قيمة غذائية عالية يعني يقول لهم مش تاكلوا كتها أي قيمة غذائية مثل الشربي اللي احنا عملين هنا اليوم وازي الرز اللي احنا عاملو اليوم وطحنيها وطحناها شغلك أمين مسئا háشن وأحسن طبعا كبار السن اللي وزنهم أقل من الطبيعي الصادة والشباب فيفعلوا مني لما سأقول مراهقين المراهقين الشباب بالأطفاء أنا مراهق بحتاجوا أكل لأنني لم يفعلوا بالأسفاء هاااا lengthy بحتاجوا أكل قيمة غذائية عالية وما يمنع حتى لو فيه مثلا سعرات حرارية للناس للفئة هادي اللي ما بدهم يزيدوا وزن ممكن يأكلوا منه ما يمنع يا سلام انا بعد عندي شغلي راح زيدها ما بتحتوي على كالوريز ابدا تمام يعني المشتريتها مكتوب على العبو من برا ما فيها كالوري مكتوب عليها بس تروح على برنامج مطبخك فيماها حده بتقله ما فيها كالوري فعندي جبني البيضاء القابلة للدهن اوكي ابدا ما فيها كالوريز وجايبها على ريحة التوم يا الهي براحط ملعقة صغيرة على الشربة طيب انا عشان كده بدأت اليوم والكيم الغذائية مش كتير فيه هذا يقروها مش كتير والله لانه انا ملعقة كبيرة لاربع اشخاص هذه الحلقة مخصصة للناس اللي يبغي يزيد وزنهم اللي يزيد وزنه يتفرج على الحلقة هذه ما نقللها ما نقلل لك ابني حاك لا خلاص اتفقنا اللي هما اقل من الوزن الطبيعي المراهقين الشباب اللي هما ما عندهم يعني ما بياكلوا بشكل صحي دائما ممكن ياكلوا اكلات زي كده ما فيما بس عم نعطي فكرة بس عن جد انه فيهم يعملوها بالبيت وفي منهم بيكون جبني لايت طبع كمان يستعملوها وحطوا انواع من الجبني اللي بتدوب بقلب الشوربة خليلة الدسم بيكون جبنة خفيف حتى لو شي بسيط منها مئة بالمئة وهلا كمان بدي منك انا في قدامك كمان من الدرة كمان اول قطفي هون لك هنا الدرة خلشيلي منا اربع ملاعه ومنزيده ان احنا هلا على خليط او شربة الدرة بتعقد لكن تفال لوحدة انا ما دقرتها عملت لنا شربة الدرة صحية بعتقد مش مئة بالمئة لانو الشاف شادي اصر الاح يحط جبنة بيضة قابلة للدهان بس انو عطينا الافكار كلها فينا ما نحطش بالخالص مضبوط الكلام؟ مضبوط تمام يا سلام الرزات جاهزين كمان صاروا حلوين والجاج كمان حكينا عنو كمان على القيمة الغزائية تبعيتو ولا بعد ما احكينا لا ما احكينا كثير مضبوط انا اذا بحطه بالمي هيك الصخني هو هيك بيكمش على بعضه يعني بيقفض عليه القيمة الغذائية سير ما تروح هتطلع على المية مع ميت السلق انو اصل المية مغلية وطبعا الدجاج من اللحم البيضة اللي فيها نسبة بروتينات جيدة احنا نسميها بروتينات عالية الجودة بيحتاجها الشخص بياكل مثلا لو احتياج اليومي للشخص من البروتين 20 بالمية بروتين مثلا لو شخص زي الشف شادي يحتاج 2000 سعر حرارية في اليوم 20 بالمية من 2000 سعر حرارية دي هتكون بروتينات مش اكتر يعني ما يحتاج الشخص الاكتر مازال الشغلي بتخصني شخصيا 2000 يعني انا ازبحت انا جسمي اديش انا هلا 76 كيلو مثلا اوكي وطولي 186 ميلي جرام اصدي 186 ميلي جرام شو بيقولو بالضبط سنتيمتر سنتيمتر برابع عليك اوكي يعني طبعا احنا للرجال والسيدات بيحتاجوا سعرات حرارية معينة على حسب الطول على حسب العمر على حسب الوزن هذه كلها احنا بنحسبها بنطلع لهم السعرات الحرارية اللي يحتاجوها بشكل يومي العشرين بالمية منها لازم تكون البروتينات مش اكتر يعني مثلا في ناس عشانهم رياضيين ويسووا رياضة بشكل يومي بيقولوا لا انا احتاج اكتر بروتين لازم مثلا اكل خمسة بيضات بالفطور ودجاجة كاملة على الغداء ودجاجة كاملة على العشاء لا مو بشكل يومي عشرين بالمية فقط من السعرات الحرارية لازم تكون بروتينات اتفضل راح اعمل حبة ابوكا راح قص اول ابوكا وانتي بتقص التاني لكن كيف نمسك الابوكا هيك بالسكين نبرم حواليا مش نحنا بنبرم يعني نحنا بنبرم بالسكين حواليا نطلع بحط طريقة هيك بايدنا منسكها هيك ها طلع كيف نبرم بيدينا ع بعضهم يوحد يشمال وهي يمين بتفك عن بعض تطلعوا كيف شفتوا كيف هاي ابوكا هلا شغلتاني كيف منشيل البزري كيف منشيل البزري منمسك ايدنا هون نجي بالسكين ابرابو عليكي تطلع كيف هون هب منبرم السكين شوي تطلع معنا البزري كيف منشيل البزري من السكين حلو كتير وكيف منشيلHE من بلابو عليكي تطلع تمام أواكي بس يانا يعرفوا انا انا بعرف حتى ما انت تكوني علمتيني كيف انا هون كمان طلعي هيك منحطه بقلبه هل ملعقة ومنشيه وهلأ هادي هون لك كيف صارت فاضية وهادي ملياني بدي منك هلأ عملي معروف ما زال بتعرفي هادي الشغري بريز لكن حبة افوكال وتا انا بقلش اقدم هيدا السكين كمان صغير هيدا السكين كمان كبير تا انا روح لعند الموليناكس نزوره اوكي وحتى نشوف هلأ في عندي العسل موجود بالبراد الالجي وين العسل وين العسل مفي في عندي حليب الربيع شو رأيك حليب الربيع محل العسل ولا فيني حط عسل وحليب الربيع ممكن واحنا خطفنا اول شي بتعرفوا شو بدي اعمل انا حليب الربيع هلأ هون راح نفتحها بهالطريقة وراح اجي شوي صغيري هون وهلأ خليون يسألونا على الفيسبوك والتويتر قداش اهمية الحليب بمطبخك الحليب طبعا الحليب مصدر جيد للكالسيوم يقوي العظام يقوي الاسنان بس ادخلكم حكي بوقف حط الحليب كل الالبان وكل الاشياء بيكون فيها مدعم فيتامين دي طبعا هي وفيها كمان فيتامين دي وكاسم مفيدة للاطفال مفيدة بشكل يومي لازم الطفل على اقل ياخد ثلاثة كاسات الاربع كاسات اذا كان حليب او لبن او زباد من الالبان عموما يعني حبيتها حبيت الموضوع يلا لايكو هون شو بدنا نعمل هالأحبائي رح روح على الافوكاد لي معي يهون كمان مها هلأ هذه الحلقة مخصصة للناس اللي بغير يزيدوا وزن الافوكادو تفضل اه بله انتبه بينادي عليك اخ 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 لا صاحبي انا وياكو لا بعرفك يا الجي ولا طيب اوكي هما لكم تعرف لانو ليش انا لازم انتبه اكتر انا لازم تجي هيك لهون وهون في اربع حبوب الماز ايوه هيك لايك كيف تكبس يوم تا وإلا ما بيسكر يعني بياخد على خاطر وبيزعر طبعا اوكي لايكو شو ما نعمل حليب الربيع لايكو كيف هون والاشخاص اللي بدومين صح وانا الشف شايدك اليوم الصبح بيكون نص حبة ابوكا هم بحكي جاهد وله فائدة فائدة هي كمان دقيقة عالية جدا وتحط الافوكادو انا ممال تاني العسليت انا لايكا لايك العسل لايكو العسل لايكو العسل الحلوين لايكو العسل لايكو العسل والابوكادو الحليب بعد ما انا الايق تانو بتحكي كلمتانو بقى فينا بقى نقدم الرزات مع شو اسمو خطيليها الافوكادو وتخلص الحلقة يلا يلا عبكرا منقول شو فيه الافوكاتو خلص طيب لايكي فيه الياف يعادل اثنين حبة تفاح يعني يناكل حبتين تفاح يناكل نصف افوكادو فيها فيتامين اي فيما فيتامين بي فيها احماض دهنية غير مشبعة مظبوط واللي ما عنده مها يشتري مها لا والله كتير طيب واللي ما عنده مونينكس يشتري مونينكس الافوكادو طيب للقلب والشرايين لانه فيه احماض دهنية زيها زي المكسرات لايك بدنا هيك تسكي اول شي بالجات هونيك اي جات تسكي بالدرق اذا بتريدي تمام عمالي معروف وهلأ انا هون الجات يعني صحي ايه طلعوا كيف دك بتمعنا حلوي 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 كمان هون الراس هيك يا سلام وهلأ بدنا نشوف كلنا سوا هيك على مصد معمولين هكس كيف الافوكابي تحول الكريم مع العسل مع حليب الربيع وهون نحن بسرعة فائقة وانا بدي منك تسكي بيلي كمان مصير كم كوب بدنا لايك شو حلو على ايه اللي بدو ينصح يشربو انا انت حتش لا انا بجي عبالي انصح نتفي صغيري مش كتير تمام واع ولايك شو حلوين اوك هلأ كبتين بسرعة هاو دي الاكوة باتنين لقلك انت كوب واحد وهيدا كوب تاني افوكا تمام وكمان الشفشادي هلأ لي وين راح روح بالطنجرة انا هلأ معي بضع يعني دقيقة على الاد راح نجيل احنا هون هالرزات الحلويين راح فرجيكم اياهون عالطبق الابيض الموجود على الماء دي طلعوا شو حلو هيك ونجي لهون كلنا سوا لايكو كيف كلنا سوا نبليش نشوف الرزات اتطلعوا كيف هيدا الرز هيدا الرز هيدا الرز كله 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 حبه حبه اذا ملاحظين حبه حبه اذا ملاحظين في المكسرات عندك هون يقعديك التاولي عملي معروف يا مها طلعوا شو حلوين هيك يا سلام المكسرات عندك هون هن 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 بس لتجاج ناقصنا طلعوا كيف هيدا لتجاج الحلو ياللي بدنا نحطوا كمين فوق خلينا نقول بس الجيش الفقية فوق كمان هرزات الحلوين بها الطريقة الحلوي هيك وآخر شي هلا مكسرات كلهم سوا مننظف هيك بسرعة ومنقول لأعزائنا المشاهدين انه أهلا وسهلا فيكن دايما مع 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 مطبخك مع الشيف شادي وكمان مع أخي السيد تغذية معها غراب شكرا كتير لألكون وصفة بتعقد ريزة الجيش بعقد أفوكا بتجنن وكمان شربة الدرة باي مع السلامة